حل الأردنيون بالمرتبة الأولى في ماراثون البترة الدولي الثاني عشر والذي أقيم بمشاركة مئتي عداء من ثلاثين دولة وفاز العداء الأردني سلام الأقرع في المرتبة الأولى للماراثون الكامل والعداء الأردني فضل أبو رميلة في المرتبة الأولى لفئة نصف الماراثون الحمد لله شاركت في ماراثون البترة الدولي هاي المرة الثالثة ونحصل على المركز الأول السباق كان رائع جدا المسار والتطريس كانت جيدة وصعبة جداً على المتسافقين الحمد لله كانت المنافسة مع بطل اللي هو الثاني من بريطانيا والثالث من إيطاليا حصلت على المركز الأول بزمن ساعة و29 دقيقة بفرق ثمان دقائق عن الرقم اللي قبله كسرت الزمن وتسجل باسم الحمد لله في فرق عشر دقائق عن المركز الثامن القائمون على الفعالية أكدوا أن هذا الماراثون السنوي يأتي لجذب سياحة الرياضة إلى جانب التعريفي بالإرث الحضري والطبيعي والجمالي الذي تمتاز به البترة البترة طبعاً مش فقط وجهة سياحة ثقافية كمان هي وجهة لسياحة المغامرات واليوم تم إطلاق الماراثون الدولي بعد غياب العام الماضي بسبب جائحة كورونا عمل الماراثون هذا العام بدل أنه قطاع السياحة بلش يتعافى خاصة في ظل وجود أكثر من مئة مشارك في هذا الماراثون من جهات دولية وعدة دول أوروبية وأمريكية وجنوب أمريكية بنشكر المنظمين جميعاً لهذا المهرجان القطاع الخاص القطاعات العلمية والأمنية وفي نفس الوقت نتمنى أن هذه المهرجانات الرياضية تتكرر في منطقتنا والسلطة بتقدم كل الدعم وإن شاء الله يكون هذا بداية تعافي للقطاع السياحي يهدف الماراثون إلى ترويج البطراء سياحياً وتبعاً الحمد لله بهذه السماء بسبب جائحة كورونا تم اتخاذ كل إجراءات السلامة وكل العديين المشاركين في الماراثون قد طلقوا اللقاح ويحملون شهادات بلقاح مطعوم اللقاح بشكل عام للماراثون وكان المشاركون في الماراثون قد انطلقوا من أمام خزنة المدينة الوردية في مسارات اجتملت على مواقع أثرية وجمالية مروراً بالبطرة الصغيرة وحتى مركز الزوار من البطرة زيادة ويسي خاص للمجلة الرياضية اشتركوا في القناة